اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونطق الحرف بحركته الصحيحة مجرد انك تعرف الحرف بحركته بارد بارد لازم ان اقرأ الحروف خلف بعض قراءة سريعة اذا ما كنت اعرف اذا ما كنت اعرف اذا ما كنت اعرف قراءة الحرف بحركته القصيرة او اذا تأخرت في قراءة الحرف بحركته القصيرة هنا اواجه مشكلة في القراءة يجب وينبغي عندما ارى الحرف انطقه على طول با با نا نا را را لا اتهجأ انتهينا من مرحلات التهجي التهجي يكون في بداية السنة في منتصف السنة الان انتم كبار انتم في نهاية السنة الاولى ان شاء الله في السنة القادمة تكونون في الصف الثاني عندنا هنا قلنا با بارا برد بارا برد هنا هنا نا نادي هنا ناديما نا نادي 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 ايضا ما هذا امتاز بارك الله فيك ص صاب ص صاب را ص صاب صاب را صاب را هنا ص هنا ص ص ص ري ص ريقا ص ري ص ريقا يجب وينبغي اقرأ الحرف بسرعة الحرف احفظه كما احفظ اسمي تحفظه هي بطل كما تحفظ اسمك مجرد ان ترى الحرف تعرف فتحه كسره ضمه تعرف كيف تنطقه تنوين اعرف اقرأ بسرعة ايضا عندنا نشوف ونرى كلمات ثانية كلمات اخرى عندنا ما هذا ن نمي 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 نمير نمير نمي نمير عندنا ايضا ص صر صرا 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 وعندنا ايضا ما هذا الحرف د د الآن في نهاية السنة اقرأ الحرف بالحركة مجرد ما ارى الحرف اقرأ على طول د ايضا د 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 عندنا ايضا ق 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 عندنا ايضا هنا حرف المد ثلاثة الف واو يا نكتبها الف واو يا هل كل الف تعتبر حرف مد هل كل واو تعتبر حرف مد هل كل يا تعتبر حرف مد لا اولا حرف المد لا يوجد عليه حركة ثانيا حرف الالف يجب ان يكون قبله ماذا فتحة والواو قبلها ضمة الياء قبلها كسرة اذا اجتمعت حرف المد لا يوجد عليه حركة وقبله حركة تناسبه هنا الحرف يعتبر حرف بالصوت الطويل المد نأتي الان نأتي الان الى بعض الامثلة نأتي الان الى بعض الامثلة على الصوت الطويل المد الصوت الطويل الصوت الطويل ونقول ما هذا الحرف ب ب ب ب ب هنا حركة قصيرة وهنا حركة طويلة ب ب ب ب ب ب ب كيف أقرأها بالحركة بالحرف بالصوت القصير ب الب بالحرف الطويل ب هنا ب ب هنا أيضا ع رو 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 رود رو رود رود عندنا هنا قي 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 س عندنا أيضا ن رو 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 ن رو 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 عندنا أيضا س كيف الحركة الطويلة على القصيرة صادة عندنا أيضاً فيل عندنا أيضاً عندنا 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 أيضاً المقطع الساكن المقطع الساكن الحروف بحركاتها القصيرة ينبغي أن نكون قد أتقلناها كاملاً عندنا الحرف بحركاتها الطويلة ومهارة المقطع الساكن عندنا هنا بعض الكلمات بعض الكلمات المكونة من مقطع ساكن مقطع ساكن هنا الحرف كو مع السكون المقطع الساكن نقف على الحرف ما نضع فوقه وفتحه ما نفتح الفم ولا نكسره ولا نضمه نقف على الحرف بدون حركة كو كن لو فوقه وفتحه نقول كو نا لكن لا نكمل نطق الحرف نقول كن ونقف عليه هنا ق قد نأتي إلى هذا المقطع الساكن مثلاً ما مص مص ما نكمل نقول س مص لا مص بأيضاً مص ري فن مص رفن هنا مقطع ساكن وهنا حروف متحركة مص ري فن مص رفن مص رفن هنا يص نا عو نعو يص نعو يص نعو نعو عندنا أيضاً كيف نقرأها؟ هل نقول هل هذه القراءة صحيحة؟ مَجَ مَجِ مَجُ 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 أين القراءة الصحيحة؟ أحسن تبارك الله فيك نقف على الحرف ونقول مَجْ مَجْ لِيْسُ مَجْ لِسُ مَجْ مَجْ لِسُ هنا مَعْ رِ ضُ مَعْرِضُ لو تلاحظ هنا مَعْ لا أستطيع أن أقرأ الحرف الثاني الحرف الساكن لا أستطيع أن أقرأه لوحده هنا لا يوجد حرف ساكن أستطيع أن أقول رِ لوحدها ضُ لوحدها هنا لا أستطيع لماذا؟ لأن الحرف الساكن لا يقرأ لوحده لا يقرأ لوحده لا يقرأ لوحده يقرأ مع الحرف الذي قبله فنقول مَعْرِ ضُ مَعْرِضُ مع رضو نأتي أيضا إلى ير يجب أن نتدرب على قراءة المقطع الساكن ومقطع المد نكثف من هذه المهارات ير سموا ير سموا ير سموا ير سموا ير سموا نأتي أيضا إلى من يقرأ أحسنت يح ضرو يح ضرو كيف نقرأها؟ يح ضرو نقرأ المقطع الساكن ثم كل حرف متحرك لوحده خلف بعض بسرعة يح ضرو يح ضرو يح ضرو أيضا عندنا مقطع ساكن مس مس بح مس بح مقطعين ساكنين مس بح مس بح هنا هنا نع نع رف نع رف نع رف نعرف أيضا متاز بطل نم سك نم سك نم سك أيضا مقطع ساكن نص رف رف نص رف نص رف نص رف رف نص هنا مقطع أيضا ساكن مل مل أم مل أم ملي أم مل ممتاز قلنا مل لا نقول ملي لمل مل خطأ ما في حركة فتحة ما في حركة كسرة ما في حركة ضمة ساكن نسكن على الحرف نسكت على الحرف نقول مل عب مل عب نقرأها كاملة هنا مل عب مل عب مل مل عب مل عب أيضا مر أيضا مر سم مر سم مر 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 مخ 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 لس مخ لس مخ لس مخ مخ لس مخ أيضا عندنا مقطع ساكن مح 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 سن مح سن محسن محسن هنا أيضا أس لم أسلم 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 عندنا أيضا يغسل عندنا أيضا يفرح 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 يفقد 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 عندنا هنا أيضا الكلمة يص مد يص مد يصمد هنا أيضا يه يه بالسكون مقطع ساكن يه رب يه رب يهرب ممتاز وهنا يق بل يق بل كيف نقرأها مع بعض؟ ماذا نقول؟ يق بل يق بل ممتاز أيضا عندنا هنا عندنا هنا نس هر نس هر كلمة كاملة نس هر نس هر أيضا عندنا هنا يح جب يح يح جب يحجب هذه مهارة المقطع الساكن مقطع الساكن هنا يب سط يب سط هنا يغ رس يغ رس يغرس أيضا عندنا هنا عندنا هنا ير يز رع يز رع عندنا هنا يح مل يحمل نحاول أن نكرر هذه المقاطع الساكنة أح مد أحمد عندنا هنا أخ رج أخرج عندنا هنا أع لم أع لم أعلم وعندنا هنا أخ ب أخ بر هل أستطيع أن أقول أخ ب ر لا أخ بر أخ بر في الفترة القادمة وفي الداشة القادمة إن شاء الله سوف نتابع مهارة المقطع الساكن مع المد هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر لا نتابع مهارة مهارة المد ترجمة نانسي قنقر شكرا